انت قبل شوين جريتك الى سؤال الى مجلس عشرين ثلاثة وعشرين كيف تغيم هذا المجلس مع الحكومة يعني بشكل كامل والله هو المجلس صار في جزئين حكومة شيخ أحمد وحكومة شيخ محمد صباح السلام خلنا نتكلم عن حكومة شيخ أحمد والمجلس كانوا في توافق وفي خارقة تشريعية ويبون يوصلون ان الناس نحن جايين نبي تشريعات واصلحات تشريعية ولكن ما مداهم ست شهور وجدنا حكومة شيخ محمد صباح السلام اللي والله انا شخصيا الى الان متشائم منها ليش اولا اول تشائم منها اول شخص لما قال انا احمي انا لست رئيس حكومة حل وما حمى كلمته يا ابو حمد ونحل المجلس هذا واحد الامر الثاني لما يقول لي شيخ محمد الصباح في احد اللقاءات التلفزيونية يقول ان الكويت تشكلت من شعوب جت من عدة هجرات عدة دول واول ما جت حكومته واول قرار هو ضرب المكون النسيج الوطني وضرب المكونات الشعب الكويتي بسحب الجناسي وبقرارات المساحات اللي في التويتر بضرب الناس وتكلم على الناس فهذا الامر اللي خليني انا ماني متفائل نعم نعم